نهاردة تنطلق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة وسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقبية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وكمان هيتم طرح النقاش حوالين المحاور التلاتة للحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي انطلاق الجلسات النقاشية للحوار دين نسميها بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني اللي حيكون شعارها مساحات مشتركة للتوصل لتوصيات بتحقق التوافق بين فئات المجتمع خصوصا ان الحوار بيضم ممثلين لكل الأطراف والقوى والطيارات السياسية المختلفة معنا منورنا ومشرفنا في الستوديو النائب عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتعرف منه على تفاصيل أكتر عن الحوار الوطني وإيه اللي مستني المصريين من الحوار الوطني منورنا ومشرفنا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك يا فاند منورنا في صباح الخير يا مصري يعني خلينا تكلم كده في البداية خالص عن إيه اللي يستنى المواطنين أو المصريين من الحوار الوطني طبعا المصريين يعني حيستنوا بقى النتائج علشان يشوفوا يمكن احنا كنا بنتكلم وبنقول إن المواطن اللي في الشارع يعني هو بينظر للحوار الوطني وبعدين يعني حيعود علي بإيه يعني حينفعني بإيه ويمكن احنا بنقول إن قيمة الحوار في حد ذاته ده طبعا منفعة كبيرة جدا لأن خلال الفترة اللي فاتت ما كانش فيه حدث زي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي يمكن القوى المختلفة سواء حتى على مستوى الثلاث محاور سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ما حصلش إن كان فيها زي التجميع بهذا الشكل الفاعل اللي طبعا مجلس أمناء الحوار الوطني بقاله فترة طويلة جدا بيجاهز ليه جلسات الحوار الوطني فبالتالي المنفعة الأولى هي مسألة الحوار إن الجميع حيوض الفترة دي علشان يتوافق إزاي حيكون شكل الدولة المصرية في المرحلة القادمة على كل المستويات كل الطيارات بمختلف الايدولوجيات والاتجاهات الخبراء الاقتصاديين حتى كمان على المستوى الاجتماعي والسياسي المستوى الثقافي والرياضي إزاي نرجع نعيد تاني بناء الهوية المصرية إزاي نتكلم مع الشباب إزاي نحن نشوف التحديات الاقتصادية اللي بتواجهنا كمان على المستوى السياسي الحقوق والحريات المحليات الأحزاب السياسية يعني هو في الحقيقة إن الحوار وده شيء إحنا بنسمى طبعا مجهود مجلس أمناء الحوار الوطني إنه قدر خلال الفترة اللي فات الدين يحط محاور تجمع كل الأضايا اللي ممكن تهم الشارع فبالتالي المواطن النهاردة حينتظر الجلسات حينتظر الندائج والتوصيات لأن الأضايا جاية من الشارع الفئات المختلفة الممثلة موجودة في الحوار الوطني هي جزء من مسيح المجتمع والأطراف الموجودة فطبيعي إذنها تكون بتمثل اللي بتكلم عليه وفي نفس الوقت برضو وفي نفس الوقت إحنا عندنا رسال إيجابية جاية من رئيس الجمهورية ومن المؤسسات الوطنية أن كل توصيات الحوار الوطني حيصعوا جاهدين مع الحكومة طبعا أن هم يحاولوا ينفذوها وتطبق على أرض الواقع فبالتالي عندنا هنا مصداقية